السلام عليكم ومشاهدين الكرام خياتي تفضلوا معي الكوزينة اليوم سوف أحضر حلوة تحب بها في مواقع التواصل الاجتماعي وعجبتني بزاف المقرد من الزافة ستشاركها معكم مقادير هذه الحلوة هي 300 غرام فارينة 220 غرام مغغغين 30 غرام كاكاو 60 غرام مايزينة 50 غرام شوكولاتة صفار بيضتين ورشتين ملح سوف نغرب كامل المقادير الجافة في الغيسي بيون 220 غرام مغغغين 60 غرام مايزينة 70 غرام مغغغين ثم غربة 30 غرام كاكاو Buddhyr حارسة صفار بيضات ي Big ورشتين ملح نضيف مع 비 follower الغيسي فارينة ثم نتوص حمام ماء هي كانت شوكولاته tienen إمكانية chancelli ثم نضيف شوكولاته منolic فارينة الغيسي هذا العجينة والعجينة المشكلة و المشكلة مع الشيء المشكلة الملابس و المشكلة و المشكلة لدينا نسخ المشكلة المشكلة اشكلت اخفاء نظيماتي اشكلت كم الاسبلي حسنا اضعت مستخدمات جميعا اضعت مستخدمات اضعتها اضعت مستخدمات لن نستخدمات الأن تقليل عن 160 دقري يصبح الوصول على 15 دقيقة من الأن تقليل أحد الإنترات من الأن تقليل من الأن تقليل من الأن تقليل سوف نقليل بندما نكون من الأن تقليل حتى نتعرف الأن تقليل وما كنت قلت لكم عنها الآن تتكلمون لربما كان يعرفوك لما يعرفوش نذكروهم به اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا منحب الزاف هذا الدعاء في هذه الأيام الأخير أنت على رمضان يعني دعاء العتق من النار إن شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال الخياتي وسائل مسلمين مسلمة إن شاء الله يا ربي والأموات ربي يرحمهم وإن شاء الله يغفر لهم تقدم من ذنوبهم إن شاء الله مثل ثواب قراءتنا وذكرنا وصالاتنا وصيامنا لهم لوالدي والسائل المتنمت المسلمين إن شاء الله يا رب العالمي خياتي بعد ما طابوا لي خرجتهم ولهنا كونفوتشوغنت على بريكو تقدروا تديروا كونفوتشوغنت على بريكو ولا تديروا الكغامل هي كانت دارة الكغامل وكانت زينتهم بوحد الحلوى اللي ملقيتهاش لهنا التزين عملته على طريقتي خياتي يعني سيتون غوسيت روبيزيتي بدلت فيها شوكولاتة ودرت تزين على طريقتي استعملت كونفوتشوغتا على المشماش اللي يجيبني استعملت أيضا كونفوتشوغيز كونفوت الكارز المصبر واستعملت أيضا الشوكولاتة البيضاء يعني عملت تزين على طريقتي خياتي شوفوش حال يخرجوا شابين ما شاء الله والبناء ما شاء الله هو يجورها في وهشاش نجيلة باتهشيشة بزاف لأنا كنت ذوبت شوكولاتة بيضاء لبناء وراحين نزينوا هذه الحلوة نحن التزين كان عشوائي كان على طريقتي لبناء أعطيت لكم حل من شكل نتمنى أنهم يعجبوكم شوفوا هذا اللون البني مع شوكولاتة بلون يخرج ما شاء الله يبدو أن يكون غامق تستعملت على صوريزة لبناء لبناء كارز المصبر مع شوكولاتة بيضاء أعطاوه لهذا الحلوة رون قوة جمال هذه أخياتي تل مرهيفة بثاف لبناء كانت بثاف حبات تكسروا لي و هذا يتكسروا لي سنستعملهم في حلوة و دخل على لبناء حلوة بدون يطهي سنعملها لكم على بركة الله و سنشارك معكم الفيديو و انتحها يعني كل حاجة نستعملها و كل حاجة نستعملها و نضيع حتى حاجة هذه أخياتي لا نكمل نشكل كامل هذا الحلوة ولا نعمل لها التزيين انتحها يعني شوكولاتة البيضاء شوفوا كيفية زينتها ما شاء الله خرج اللون روعة مع هذا الكاكاو اللون الكاكاو و لو كنا نجعلها سامبل لبناء تبا ذيك لا تخرج مليحة لازم ندير لها الكارز المصبر لكي يتوالم هذا كل اللون الأحمر مع الأبيض ولا هنا لبناء تستعملوا أيضا كما عملت هي الأخت سامحة كما عملت هي الأخت سامحة كما عملت هي الأخت سامحة في بلاسة الكارز أنا فضلت أن نستعمل الكارز يعني يعطي شكل شباب للحلوان وهكذا بطريقة بسيطة لن ينزيل فاذو لي سابلي الحلويات كين تقليدية وكين عصرية وكين حلويات تراقية يعني كين أشكال وأنواع ما شاء الله وحنا في الجزائر يعني معروفين بهذا الحلويات والحلويات التقليدية لا نستطيع استغناء عنها لبناء حتى لو دخلنا حلويات جديدة تبقى الحلويات التقليدية هي الرائدة كما تشارك كما الغريفية كما حلوة الطابع وثان المقرض القريوش يعني كين يمزل لا نستغنوش على هذه الحلويات ويحضرها غير هي في المناسبات هذه كانت طريقتي في تزيين هذه الحلوة لبناء طريقة الضغوب أتمنى أنها تعجبكم أعطيت لكم شحال من شكل خياتي يعني كل شكل يختلف عن الآخر يعني تزيين بسيط ويبدل من شكل الحلوة يمكن أن نخلوها هكذاك لبناء تكون شوية لونتحها غامق مجيش شابا أنا قلت نستعمل لها شوكولتة بيضاء مع هذه السوريز كونفيت هكذا خرجت ما شاء الله لبناء هذه كانت الحلوة المقترحة في ذوق بالناء والتي زينتها على طريقتي والتي نتمنى أنها تعجبكم نبقى لغيب لكم نتلقوا في الخير وعلى خير مع وصفات أخرى إن شاء الله إلى ذلكم الحين تحل الله فروحكم بزاف مع سلامة فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك ترجمة نانسي قنقر